طرف الانقلابي رفض التعامل تماما منذ مبادرة الرباعية في جدة رفض التعاطي مع أي مقترحات سلمية رغم أن هذه المقترحات أو ما يشابه هذه المقترحات كانت في يوم من الأيام هي من ضمن الطروحات التي عرضوها كأفكار يمكن أن يبنوا عليها الاتفاق سلام الطرف الحوثي والطرف الانقلابي لا يقبل بالتسليم بالقرار 2016 ليست هناك حتى اليوم لا لدى الأمم المتحدة ولا لدى أي طرف أي إقرار مكتوب من الطرف الانقلابي بأنهم يقبلوا الإقرار بتنفيذ القرار 2016 وأكد أن الطرف الانقلابي لا يريد السلام وفقا للمرجعية التي نتكلم نحن عنها